اشتركوا في القناة جداً لها علاقة بالكورة العربية وبرضو هنعدي على أوروبا بعد تزويج الريال بالشامبينز ليج رقم 15 في تاريخه ولكن تيك تاك تيك تاك للمرة الأخيرة لأنه الإعلان أصبح رسمياً خلاص الموضوع انتهى والإشكالية انتهت وكل اللي حصل السنتين اللي فاتوا في موضوع مبابي مع ريال مادريد أصبح الحلم حقيقة بالنسبة لجمهور ريال مادريد بالنسبة لجمهور الكورة حولين العالم وبالنسبة للمبابي نفسه اللي منذ لحظات بينشر صورته على حسابه الرسمي وهو صغير بتشيرت ريال مادريد واللوم يا جماعة ده حلم الطفولة ده حلم الطفولة ده من وانا صغير كان حلم من أحلام طفولتي فأنا فخور بكوني جزء من هذا الكيان العريق وكلمتين حلوين كده في حق ريال مادريد مع هذا الشعار وصورته وهو صغير ويعني المسائل اللي شبه دي فيها كلام كتير لكن طبعاً ما كانش فيه شك انه الامبابي كان عايز ريال مادريد والعكس صحيح بالنسبة للريال لكن بقول فيها كلام لانه عمل ده مع عميلاً عمل ده مع ريال مادريد عد على فرق كتير انه كان بيحبها وهو صغير في السن الاعلان الرسمي من ريال مادريد بيأتي فوراً انه خلاص الاتفاق تم مطبي لعباً لريال مادريد لمدة خمس سنوات خمس سنوات وهنا ضربة المعلم انه تأمن ده خمس سنين مع فينيسيوس مع بيلنجهام مع الرجالة شابو جايين لباريس بعد شوية لكن خمس سنين مع مبابي ده سوبر بالمناسبة بقى موضوع كارلو انشيروتي كان فيه انترفيو ممتاز مع قبل نهائي الشامبينز ليج قبل مباراة دورتموند نشر عبر The Times كان بيتكلم فيه على قصة باجو من تاني ده رداً على فكرة انه مبابي مع فينيسيوس مع بيلنجهام مع رودريجو مع 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 روبيرتو باجو نجبل كبير وأسر الكورتقال من الإيطالية مرحش بارما بناءً على رغبة انشيروتي اللي كان شايف انه ملوهش مكان في السيستم في التسعنات واعترف انشيروتي انه ده خطأه الأكبر وفي كتابه ذكر القصة دي انه خطأه الأكبر في حياته اللعيب بكواليتي روبيرتو باجو ما يكونش معاه في بارما فقصة مبابي بيعرف انشيروتي كويس انه التعامل مع الراجل ده وجوده في فريق بيديلك خمسين خطوة لقدام وداعاً للفرص المهدرة على الأقل يعني فمبابي مع رودريجو مع بيلنجهام مع فينيسيوس رباعي كاسح انتظار لمصير رودريجو لأنه برضو فيه كلام كتير على انه رودريجو ممكن يترك ريال مادريد لكن على الأقل كارلو إذا كان فيه حد في العالم يقدر يطوع مجموعة من اللعيبة لخدمة الفريق فيكون هذا الرجل والأهم أنشيروتي كسر كل التابوهات الموجودة في ريال مادريد في موضوع النظام التكتيكي والإنجازات والبطولات يعني كل الحاجات اتكسرت ركب الكل واحدة لفضلة هل جلاكتيكوس أول الألفية تقدر تكونه من تاني واتحقق بي نجاحات دي خطيرة جدا يعني زيدان ورأول وفيجو ورونالد ودافت بيكام كل الناس روبرتو كارلوس كل العتاولة اللي ضحوا بميكاليلي عشان الكل يعيش والكل خيش إنجازات قليلة جدا متعة كبيرة في الملعب لكن إنجازات قليلة هل كارلو مع جلاكتيكوس مشابه فيه فينيسيوس أفضل عائف في العالم دلوقتي امبابي أفضل عائف في العالم دلوقتي برضو بيلنجهام أفضل عائف في العالم دلوقتي برضو رودريجو أفضل بديل على الأل في العالم دلوقتي برضو مع لوكا مودريتش اللي جدد عقده مع مجموعة اللعيبة مع اللي جاي مهل مركاته موقفش على حد كده يعني تقدر بيكلاكتيكوس جديد كارلو أنشيروتي يقوده لنجاحات بهذا الشكل ده تحدي مهم ومهم جدا وعلى الأقل جادير بالمشاهدة في الموسم الذي قد يكون أخيرا في مسيرة كارلو أنشيروتي أو الموسم قبل الأخير على أقصة التقدير يعني فهي التجربة الأخيرة والرحلة الأخيرة لكارلو أنشيروتي مع الريال وفي الكورة بشكل عام وهي تجربة جديرة بالمشاهدة عامة نستمتع ونستمع ونشاهد ونراقب ونتابع ونسرد لحضراتكم الخمستاشر الخامسة عشر التي خضعت لريال مدريد في الوقت الحالي الشامتينز ليج بتفاصيله بكل اللي حصل لأنه قصص وحكايات كتير موجودة جدا فيه فتعالوا نخلي هذا الجزء من حلقة سوبر ليج هو احتفالية خاصة للملينجي بتتويجه بدوري الأبطال رقم خمستاشر أنا بحاول أتخيل لو أنه مجموعة من المحللين قرروا أن هم يعملوا استوديو ماتش ريال مدريد ده قبل الماتش يعني القنوات النقلة للحقوق المحللين كده مرهمش مزاج يحضروا بعد الماتش وقالوا احنا نعمل استوديو قبل الماتش وتزعوه بعد الماتش هو ده ينفع بعد ريال مدريد ده ينفع النادي الوحيد في العالم اللي يجوز تعمل استوديو تحليلي سكريبتد لمباراته في دوري الأبطال في دوري الأبطال مع كارلو أنشلوتي من قبل الماتش جرب على أي ناتش يعني لو طلع المحللين قبل المباراة وعملوا استوديو تخيل أنه هيبه بعد المباراة ريال مدريد كان عنده مباراة صعبة الفريق اللي قدامه ضيع فرص كتير وكان قريب للفوز ولو ما كانش ضيع الفرص كان الموضوع هيبقى صعب لكن ريال مدريد قدر بالخبرة باستغلال قدرات فينيسيس جونيور بقدرات كارلو أنشلوتي وخبراته في دوري الأبطال التغير اللي حصل في الشيط الثاني أي ماتش أي ماتش أي ماتش وشخصية البطر كل حاجة النادي الوحيد في العالم اللي الاستوديو التحليلي بتاعه مش متعب غير مرهق يعني أسهل حاجة لمحل الماتش مدريد إنه يبعارف إلا هيحصل أسهل حاجة في الدنيا بس ده جاي من يم أنا مش عايز أروح للإكلشاهات لكن هروح لفيديو تاريخه يرجع لعشرين اتنين وعشرين إمتى؟ لما الريال خد للاربعتاشر في اللورنتينو نزل للرجالة تحت يقول لهم إيه؟ تعالوا مبص باعة بعض بشويش بقى كده واحدة واحدة ومبص بيقول لهم إيه؟ وهم بيقولولوا إيه؟ بعد التتويج بالرابعة عشر أمام أعين ليفربول ومحمد صلاح نبص مع بعض لورنتينو نازل لرجالة بعد الرابعة عشر في غرف خلق الملابس وكل واحد له جملتين في الجون ينزل على لوكا مودريتش فيقول له بقوم خامسة رايح للستسة ولا مش يكمل معانا؟ لا رايح يروح لفرفيردي يقول له أنا عارف أن انت ميت أنت أكثر حتى تجري في أرض الملعب وهو معدي على رودريجو يقول له أنت لعيب تريب ريال مدريد أنت ماشي على نظامنا وفي ذهنه عارف أن رودريجو في النهاية المكانة اللي بياخدها والتأثير اللي عامله هو مش حاسس بالإيجو مش حاسس أن أنا واخد الشو ده الفم حاجة جماعة ده الفم حاجة ده بتطوى الفم حاجة فيري واخي كل حاجة أنت كمان جاي بجون ومش على عكس رغبتك ده ولا إيه؟ فكل واحد واخد الجمل لدرجة أنه ألابة بيقول لي فلورنتينو قبل ما هو يكلمه شكراً أن أنت جبتني هنا شكراً أن أنت جبتني هنا فوصلت المرحلة مع العيبة هو عارف أنه جاي بأعمل إيه هو داخل في مكان بيحلم أنه يوصل له وعشان كده موضوع مبابي ده النهاردة قبل الإعاني الرسمي حالو الراجل بيمضي تشيرتات للعيبة للجمهور بتاع فرنسا فالناس رايحالوا بتشيرتات ريال مدريد وعمال بيمضي عليها وبتاع أم بابي فبعد التمرين مين اللي موجود؟ ماكرون رئيس فرنسا بس مين ماكرون بقى؟ ماكرون ده اللي وقف راس براس مع بيريز ومع أم بابي ما انتش ماشي ما فيش بابي في ريال مدريد لكن بيريز ما بينساش ورده بينسى بالمناسبة من بابي وهنلاقي له قصص كتير السنة الجاية في الموضوع ده مع ماكرون بابي عدى وكله ثقة وماكرون يقول له هو النهاردة الإعلان الرسمي؟ يقول له النهاردة بالليل هيكون الإعلان الرسمي الموجود بريال مدريد ده الشكل وده المبوض نشوف الفيديو مع بعض ده الموضوع نرجع بقى للماتش إن الماتش فيه تفاصيل كتير حلوة الحقيقة يعني دورتموند مسك ريال مدريد الشوط الأول عدم العافية وفرص بتضيع وا 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 ثم جاء التحول في الشوط اللقاء التاني اسمحوا لي أقول لحضراتكم أعظم جملة قالها كاررو أنشلوتي مش بعد رهاية المباراة قبل بداية المباراة إيه الجملة الراجل كان بيتكلم على ده تحديدا وبيقول إنه إحنا كان عندنا في يوم من الأيام ماتش مع شخطار دوناتك وقت الدزاربي فشخطار دزاربي عمال يلعب بالفول باكس بتوعه وعمال يحركهم وفي نص الملعب وعملين جيم علينا ممتاز قلت للعيبة إيه اوعى تطلع زي ما انت زي ما انت واقف في منطقتك بالدافع اللعيبة دي بتعرف تتحرك وتباصي وتنقل وتتحرك من غير كرة لكن في النهاية هيدولك انت كرة اللي هم عايزينه ان هم مستنينك تطلع علشان يلعبوا في ظهر الدفاع ببساطة فإثبت مكانك وهم هيدولك الكرة فاللي حصل خمسة سفر ببساطة الراجل فهم هو بيعمل ايه اللي حصل في الشوط الاول قدام دورتموند هو عكس اللي حصل قبل كده بمنطقة البساطة ايه اللي حصل هتلاقي انه كل هجمات دورتموند في الشوط الاول هنبصوا بقى على رصات مع بعض تباعي يعني ان كل هجمات دورتموند في الشوط اللقاء الاول هي هجمات مبنية على انه دفاع ريال مدريد متقدم شويتين الحاجة التانية انه خط خط الضغط الاول ريال مدريد اتنين لعيبة رودريجو مع فينيسيوس طب الرجال اللي في نص الملعب بتحلق اكتر منها بتضغط يعني توني كروس كمافينجا بيلينجهم بيحلقوا اكتر ما هم بيضغطوا هل في الصورة دي في ليهم دور؟ لا فإيه اللي حصل؟ قديم يهرب في ظهر الدفاع الذي كان متقدما على عكس العادة فامريتشان الرجل اللي بيهرب كل مرة كل مرة بيلعب الكورة عادي جدا نكمل بعدها هتلاقي انه امريتشان حط الكورة ومنطقة جدا الصورة التانية خط الضغط الاول لريال مدريد لا ارجع اللي فاتت خط الضغط الاول لريال مدريد اتنين لعيبة في نص الملعب فخط الدفاع عنده الوقت انه يحضر عادي جدا ارجع من تاني بصه على التلاتة اللي في نص الملعب كمافينجا توني كروس وفالفيردي اه التلاتة اللي موجودين وبالينجهم اللي اربعة هل حد مرائب حد بوضوح؟ لا فالنتيجة التلاتة بيحضروا ثم الكورة بتروح بنفس الطريقة قدامنا كامير بقى اللقطات هتلاقي انه فتح الملعب عندك سبيس ناحية اليمين اتمررت الكورة ناحية اليمين ثم هجمة خطيرة لصالح دورتموند هتلاقي الصور دي بكملها معاك تباعا بتوضح لك الموضوع الرقم 3 نفس المشكلة هيا هيا 3.5 الملعب اش مسكين حد بتضغط فقط باتنين لعيبة خط الدفاع متقدم فانت عملت الضرب زي السلام عليكم كل ده عمال يكرر يعني كل ده عمال بيكرر بوضوح لغاية ما تفتح الموضوع شوط تاني رودريجو افتح بناء على تعليمات دافيدي انشيلوتي في صورة في الديقة 53-54 حاجة كده دافيدي قايم ارمي بقى معلم بعيد افتح مش كله فينيسيوس فينيسيوس رودريجو وخط الدفاع يرجع الورا شوية وتبدأ تستنى دورتموند هو هيدي لك الكورة فشاهد ما زى حدث نبص مع بعض كارلو مع دافيدي دافيدي رايح لرودريجو بيشاوره دي 52 وانشي رودتي بيواجه ما بعدها بقى ما بعدها رودريجو هتلاقي طرفين مفتوحين رودريجو ده اخر واحد على الشمال الناحية التانية بعيد نعم ممكن نعرض فولو سكرين لناسة عشان تشوف اللي احنا بنشاور عليه رودريجو موجود ناحية الشمال فاقصى الصورة اللي عليه الدائرة وبالتالي لا دا فينيسيوس لناحية الشمال واتلاقي رودريجو موجود ناحية اليمين نكمل بقى الصور ارتباعا هتلاقي انه بقى فيه طرفين شغالين طول الوقت فينيسيوس هناك ناحية الشمال وناحية اليمين الكورة بتيجي عند رودريجو فكارفخال اللي عليه الدائرة في النص بدأ يخش في عمق الملعب معادش مضطر كل مرة ان انت تفتح طرف الملعب الصورة اللي بعدها اديها 59 نفس الموضوع كارفخال دخل في عمق الملعب ورودريجو فاتح الطرف ناحية اليمين الماسترسين الماسترسين بتاع الموضوع على الهدف اللي كان فيه حاجتين مهمين جدا يا جماعة اولا امريتشان مسحوب من بيلنجام والحاجة التانية انه لعب الكورة بناءا على تصرحات انشيلوتي بعد نهاية المباراة ان انت لعبت على القصير على كارفخال يعني الجون اللعبة طوال كلهم مترقبين فبيلنجي هنسحب مع امريتشان عشان تروح لكارفخال هذا ما ذكره كارلو انشيلوتي بعد نهاية المباراة وكل شكر لصديقنا العزيز الحسيني محمود زي منا في الاعداد على الصور وعلى التوضيحات اللي حصلت في خلال المباراة ريال مدريد حسن الخمستاشر بقدرات لعبته الشخصية بقدرات وخبرات مديره الفني اللي كان عارف من اين تؤكر الكتف وعلى التعدالات اللي حصلت في شوط اللقاء التاني اللي فرقت كتير جدا جدا مع الفريق نستمع لتصريحات كارلو انشيلوتي والتيريزيتش لمديرين فنيين للفريق بعد نهاية المباراة ونطلع لفاصل ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم كليكم معنا كليكم والكبري بتاعه فينيسيوس داكم تاني خالص والحقيقة مش بس الكبري او اللقطة الاستعرضية الخزع بالية اللي فينيسيوس عملها بل انه موسم كامل يا جماعة فينيسيوس فيه هو افضل عيب في الام مدريد يعني لا يوجد لاعب في العالم في الوقت الحالي بيعمل اللي فينيسيوس بيعمله وعلشان كده كانت صرحات بن زي معتريا عنري كل النجوم حوالين العالم انه هذا الرجل يستحق في عليهم بل اندور بدون نقاش لا يوجد في العالم النهاردة امتع من فينيسيوس جونيور يعني قد تكون كوبا امريكا فقط هي الفايصل هي الفايصل طب ايه الفرق بين اللي فينيسيوس بيعمله واللي بالنجان بيعمله اولا فينيسيوس تتغير عليه طرق لعب يعني الفرق اللي قدامه تغير حاجات عليه على وجوده والحاجة التانية ده الكابو الكابو اللي هو ايه صانع الضجة بعد الماتش في فيديو احتفالي لفنيسيوس مع الجمهور هو نفسه رايح للجمهور علشان يحتفل معاهم ويرمي نفسه عليهم قصة حلوة ترشح لبل اندور دون نقاش دون نقاش قصة بلجان كانت جميلة لكن الحرفنة لها سعر والكبري له سعر والبرازيلي له سعر فدي الفكرة اللي خلط الكل يبقى شايف ومقتنع وحاسس واللي ما كانش مقتنع اقتنع يعني اللي كان فاقوي اللي موسيش شايف انه شايف انه بلنجهم هو الافضل دائما دلوقتي اقتنع خد بالك بقى انه الجزء الرقمي الخاص بفنيسيوس في الشامبينيونز ليج السنة دي يأكد جدا على ده يعني الجزء الرقمي بقى يضاف يضاف على كل الكلام اللي انت شايفه بعنيك والقصة الاعلامية وكل الكلام ده الجزء الرقمي هنا مهم فيريسيوس دوري الابطال موسم 23-24 عنده ارقام مهمة جدا انا بص مع بعض فيريسيوس صاحب اكبر عدد مراوغات في نسخة هذا الموسم من دوري ابطال اوروبا برصيد 37 مراوغة نكحة الكبري بتاع دورت مونداي تحسب 3 الواحده يعني 9 مراوغات اسفرت عن تزديدات على مرمى المنافسين ثم هو تالت اكتر لعب قام بحمل الكرة لمناطق المنافسين برصيد 70 مرة وهو اكتر لعب وصل بالكرة لمنطقة جزاء المنافسين 42 مرة فالرجل مقف العداد في كل الحاجات اللي في الدنيا فكان يستحق انه في النهاية ده اللي يحصل فيريسيوس قدم موسم عبقري الحقيقة هذا الموسم مع ريال المدريد ويستحق انه في النهاية يتوج بشيء ما بعد كل الرحلة وكل الصخب اللي مر على مدر هذه البطولة نشوف مع بعض لقاءات للعيب ريال المدريد بعد التتويج وهنرجع للجزء الاهم عن الريال في احتفاليتنا في الجزء الاول من حلقة النهاردة من سوبر ليج لكن نشوف الاول لقاءات مع اللعيبة ونرجعنا كامل الكلام مع بعض اللي جاية دي سؤال هو الاهم اول حاجة جمهور الكرة جمهور كرة قعدتوا في القهوة عملت بي حفلة عملت بي اي حاجة الجمهور هيعرف يجمع نفسه ويشجع اللي يحبه الجمهور هيعرف يجمع نفسه ويشجع اللي بيحبه الحاجة التانية انتهى بقى موضوع اصل الاهل والزمالك والريال وبرشلونة بياخدوا من شعبية الاهل والزمالك الموضوع ده انتهى انت لو بتعمل الدوري كله بجماهير مالية لعدد الناس بتبص على الكورة اللي هي بتحبها اول اهل والزمالك هيفضلوا اعلى قاعدة جماهيرية على مصطوى مصر والوطن العربي والمشاهدات والجمهور وكل حاجة ده هيفضل لكنك لا يمكن هتمنع الجمهور ان يشوف الريال ويشوف الستي ويشوف برشلونة ويشوف 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 منشستر سيتي اللي كانوا انذ وقت قريب عشر سنين اتنشر سنة ما لقوش اي حد يعرفه في مصر النهاردة بقى ليه ربطة بيحتفلوا بالدوري وبيجمعوا وبأعداد والناس بتشوف اساطرهم وكل هذا الكلام فجمهور ريال مدريد الذي تواجد في مصر دي نقطة خطيرة جدا 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 بتقولك ان الجمهور بيعرف يكون نفسه التساؤل بقى شمعنا ربطة ريال مدريد كانت بهذا الحباس في تشجيع ريال مدريد في النهائي واعتبروا الموضوع كأنه كأنه مشجع الاهلي او الزمالك بيشجعه يعني اولا من حس العدد انت شايف تقريبا تقريبا استاد مليان جمهير استاد مليان جمهير لا يمكن انك تتخيل ان هذا الشكل حاجة تانية غير انه ملعب مليان جمهير ثانيا صرخة لجوان دي صرخة مشجعين درجة ثالثة يعني ساعة الجون نفسه الناس بتزعق كأنه ده جون لأهلي او زمالك حاجة لها علاقة بالمنتخب المصري حاجة طالعة من القلب ليه بقى جمهور ريال مدريد كان متواجدا بهذا الكم وكان حضرا بهذا الكم وكان يصرخ بكل من قلب وبيطلع كل حاجة ممكنة وليه اللي احتفالات كانت بهذا الجنون ده السؤال المهم اللي حاولنا ندور له على اجابة ما تبقاش انشاء ما تبقاش انه حلم من الطفولة وما تبقاش انه شخصية البطل وما تبقاش الكلام تكقول له تكون حاجة انت قادر تمسكها بيدك الناس دي بتعمل كده ليه تعالوا نشوف الناس دي بتعمل كده ليه احد مؤسسي رابطة مشجيع ريال مدريد في مصر وهو احمد حمدي تواصلنا معاه في سوبر ليج علشان يقول شوية معلومات دي بقى فعلا الكثير من المعلومات القليل جدا من وجهة النظر نقص مع بعض رابطة ريال مدريد معترف بيها بشكل رسمي من النادي الاسباني في مصر منذ عام 2008 كويس هل هناك روابط مشجعين للاهلي او للزمالك معترف بيها بشكل رسمي من النادي مش عارف تانية التجمعات في احدى المقاهي المصرية ثم اجتمعنا مع الجاليات الاسبانية في احد المطاعم باجواء اسبانيا بيقدم الطعام الاسباني وجمعنا تشجيع ريال مدريد اللي بعده وهو المهم ميزة الاعتراف الرسمي ايه لو حد مننا عايز يحضر في سانتياجو برنابيو عشان يتابع النادي عنده تخفيض كبير لو عنده كرنية عضوية في الربطة هنا بقى الكلام اللي الجمهور يفهمه يا جماعة ده الكلام اللي الجمهور بيفهمه لما تبقى عايز تعمل قعدة جمهرية بجد وما انتش في اسبانيا اللي هو نمصره نمصره عايز تعمل قعدة جمهرية ليك لو انت اهلي او زمالك او حتى بيراميز مش في مصر لكن في الوطن العربي او في افريقيا دي الطريقة تأتيكم من رابطة ريال مدريد في مصر نكمل لا نرجع مع بعض اذنكم نرجع اللي فاتت ف في سانتياجو برنابيو عندك تخفيض كبير لو انت عندك كرنية العضوية في الربطة الرسمية اللي عندك نكمل النادي عنده مكتب للروابط حوالين العالم النادي عنده مكتب فيه ناس بتروح موظفين قاعدين علشان خاطر الروابط بتاعة الجماهير دي على مستوى العالم ووظفتهم اي حاجة الربطة عايزاها كلموا بشارة النادي بيستفيد مننا ازاي ان احنا بنعمل فيديوهات تحفيزية يراها نجوم ريال مدريد قبل المباريات المهمة يعاني يعاني بصوت الكابتن ايمان الكاشف يعاني يعاني الروابط الموجودة جمهور ريال مدريد بتاع مصر وبتاع الامارات وبتاع السعودية بيصوروا نفسهم فيديوهات اتفاقا مع المكتب المختص بالروابط بتاع ريال مدريد يبعثوا الفيديوهات علشان لعيبة ريال مدريد يتفرجوا على الفيديوهات والنادي يصور الكلام ده كله ويبعثوا للجمهور يعاني لعيبة ريال مدريد شافت اللي حصل في القاهرة ده احنا مصورينه لو وجونا جماعة موجود معانا ياريتنا بقى نعرضه يعاني لعيبة ريال مدريد شافت اللي حصل ده فانت متخيل ريال مدريد اعظم نادي في التاريخ بيعمل ايه مع جمهوره عشان يكون قاعدة جماهرية برا اسبانيا عمل ايه وشأن وشأن الكلب من المناسبة يعني لو شفت ربطة برشلونة يوفنتوس ميلان سيتي اي نادي هتلاقي حاجات شابه ده يمكن الريال واخد اتج عالي انه مبابيها يتفرج على احمد محمد ابراهيم الراجل بتاع مصر اللي هو مراحش اسبانيا ولا يعرف اي حاجة غير ان هو بيشاجع عليها مدريد لكن عشان انت مشجع وموجود في الربطة تروح تاخد تذاكر مخفضة اللي عيبة تشوف فيديوهاتك نعمل لك اللي انت عايزه اللي عايز يكون قاعدة جمهرية بيعمل ده نكمل ظهورنا على قناة النادي بشكل دائم يعد شرف كبير وشيء مفرح لكل مشجع الريال في العالم حضر نهائي دوري ابطال اوروبا في مصر حوالي 3500 مشجع ولم يتم دعوت اي قناة او وسيلة اعلامية لكن الاعتراف الرسمي يجعل الجميع يتواصل معنا وليس فقط في مصر ولكن من الاعلامي الاسباني والعالمي لمتابعة نجاح ريال مدريد في تكوين قاعدة جمهرية والتواصل معهم مليون برافو مليون برافو لريال مدريد وبرافو للناس دي انها عملت حاجة عليها الايمان وخلت شكلهم يعني شكلهم بقى انا هيا بكلم كمصريين يعني شكل الربطة قدام ريال مدريد يفرح انه الناس دي تتعزم يتخفض لهم تذاكر يتعمل لهم اللي هم عايزينه عشان دي وجهة ريال مدريد في مصر لازم تبقى كده وجهة الاهلي في جنوب افريقيا في نجيريا في الكاميرون في دول الخليج في الوطن العربي وجهة الزمالك في الخليج في دول الوطن العربي في جنوب افريقيا في كل البلدان الموجودة عربيا وافريقيا لو انت عايز تعمل جمهرية كده هجماعة فونتايم هنا الناس اللي تصورت مع معلول وعب منعم الناس اللي تصورت مع شكبالة وزيزو في السفريات هما الناس دي عارفوا العيبة منين تقل نفسك شوية اعرف ان انت دي قاعدة جمهرية لو اشتغلت عليها وعزمت شخص في جنوب افريقيا ولا نجيريا ولا السنغال ولا غانا ولا 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 عشان يجي يتفرج لو في ربطة باسمك موجودة هناك انت بتكسب كتير ستورز بتشرطات لما بيكون فيه تمام واسع بيبدأ الاعلاني يتكلم عنك وهكذا 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 انا واثق ان الناس عارفوا الكلام ده لكن حبينا ندي نموذج لأعظم نادي في تاريخ خورة القدم بيعامل جمهوره ازاي برا اسبانيا وارجو ان الناس تستفيد من هذا الامر طيب هنطلع على فاصل وبعد الفاصل هنرجع مع دكتور عادل سعد اللي هنورنا واشرفنا ونكمل معاه كلام سواء عن شامبينز ليج او حتى عن الوطن العربي وما يحدث في الوطن العربي في الوقت الحالي بعد اختراه وبالنهاية الدوريات فخليكم معنا على أونتاين سبورت دكتور عادل سعد بنورنا ومشرفنا فيه الجزء التالي من حلقة النهاردة يا دكتور مسأل فل عليك مسأل فل عليك كله تمام الحمد لله طيب بالهداوة بقى كده يعني ريال مدريد ريال مدريد اه معي مع ريش تصديم مهمة يعني طيب دايما يعني المعلقين في المباراة والمحدرين وكل الناس بتكلم على فكرة انه ما بيخسرش نهائي هم تلات نهائيات على مدار تاريخه بالكامل هو اللي خسرهم وغير كده ما بيحصلش انا بقى عايز اعرف هو التلاتة اللي خسرهم دول خسرهم ازاي يعني الفرق اللي كذبت ريال مدريد في النهائي عملت ايه في الكورة كان عندها ايه بالزبط عشان تقدر تقهر ريال مدريد بهذا الشكل في ريال دور الابطور طيب ارد عليك في السؤال ده انا عايز اقول لك على حاجة ريال مدريد في سنة 2000 خسر الانتر كونتيننت الامان بوكا جونيور اتنين واحد دي حد سعابرة يعني من وقتها لحد الوقت ريال مدريد في البطولات القرية حوالي 18 أو 19 مش مذكر رقم الضبط مخسرش اللي نهاية واحد بس اوكي قتلتكم مدريد 4-2 وكان جوليون لوبتيج اللي كان الموديل الفني وكان جيرمن بورجس مكان ديجو سميوني نرجع بقى المرجعون ماشا بي طيب صد لفن بص انت لو انت بتتكلم على الثلاث نهايات اللي خسروا من ريال مدريد بس في حياته كلها كده في دور الابطال اللي هي يعني عكس نوميس كرة القدم زي ما بيقولهم لان كان فيه ظروف قاهرة للموضوع ده عارف لما بيبقى انتهاء جيل مع بداية جيل قوي بيظهر في نادي اخر مع ظروف كده تقدر تقول عليها فعلا خارجة عن الارض يلا خش في الموضوع طي ريال مدريد خد اول خمس بطولات بكل سهولة ويسر وبقى البطل المتواجد لحد ما جات بطولة سنة 1962 والنهاء المرتقب ما بين ريال مدريد وبين فكاء الرجل الفريق اللي ظهر فجأة على الساحة وخد بطولة 61 لما فاز على نادي برشلونة وده يمكن هورن الحكم ده اللي حكم لنا ممبرات مصر وإيطاليا في تصفات كاس العالم 54 تمام في الوقت ده محمودي عايز اقول لك زي ما كان فيه شخصية بتدعم ريال مدريد سياسية من أجل الواجهة الإسبانية وانا هنا مقصودش ان هو كان بيخلهم يكسبوا المتشاط عافية في بطولة أوروبا ولكن نقصر الدعم المعنوي اللي هو جنرال فرانكو ظهر واحد اسمه امريكو توماس الراجل اللي كان بيحكم في الوقت ده البرتغال لأن شبك زيرة ايباريا هو قال لك زي ما كده اسبانيا تلمعت بريال مدريد انا كمان هعمل كده لأن فيه جيل طالح حلو في بنفكة بنفكة كان فريق لا يقهر في الوقت ده ولكنه عشان ديزبت لك ان الفريق ده كان هو الفريق الأقوى اللي كان موجود بنفكة لقب كم نهائي في بطولة أوروبا في الخمسينات خمس نهائيات خمس نهائيات واحد وستين فاز على برشنون اتنين وستين فاز على ريال مدريد كمان اربعة وستين فاز على الانتر خمسة وستين خمسة وستين آسف فاز خسروا من الانتر سبعة وستين سبعة وستين لا تمانية وستين خسروا من فريق مانشستر نايت ان انت بتلاعب فريق ريال مدريد وتبقى ريال مدريد مدود وقدم على بنفكة اتنين صفر يعود بنك فبالتعادل الاتنين اتنين ثم ريال مدريد يسجل هدف فالشروط الاولاني انت ثلاثة اتنين خلاص هم اللي عملوا عليهم فم حاجة هم اللي عملوا الفم حاجة بنفكة بس لك ده يعني بالممطق يعني يحتاج بنفكة ان يكون عنده اقوى جيل في تاريخه عشان يكسب ريال مدريد وحزبتلك بشيء تاني ورلك ان فريق بنفكة في الوقت ده كان فريق قوي جدا ايه هو الشيء ده تاريخ برتغال في كاس العالم ما قبل الستينات كم مرة رعبت البرتغال في كاس العالم انا بعملكش اختبار والله ولا مرة قبل بنفكة قبل بنفكة لما ظهر بنفكة بخزي اجواس بيزيبيو بماري كلونا السلسل القوي ده مع الفريق الرهيب اللي كان معهم فجئنا ان فريق البرتغال بيلعب كاس العالم 66 لأول مرة في تاريخه مش بس كده ده بيقصوا البرازيل من دور المجموعة اللي كانوا حاملين لقب مرتين وكمان بيعملوا رومونتاد على كوريا الشمالية في الكوارتر فاينل وكمان بيوصلوا لقبل النهاء وبيخسروا وياخدوا المركز الثالث افضل مركز في تاريخ البرتغال ممتاز فجيل بنفكة هو اللي صار على تاريخ البرتغال بشكل عام تبادي الاورمية التانية التانية سنة 1964 64 ريال مدريد تواجه مع فريل انتر الانتر في الوقت ده بقى الجراند انتر افضل جيل في تاريخه افضل جيل في تاريخه ترسيسو بورنيتش ارماندو بيتشي بتتكلم عن ماتزولا بتتكلم عن فاكيتي بتتكلم عن إيلينو قريرا المدير الفني المخضرم جدا اللي كان مسك الفريق فالفريق بتاع الانتر في الوقت ده كان فريق رهيب بمعنى الكلمة 81 لما تنقل على ليفربول ليفربول كان واخد البطولة قبلها مرتين 77 و 78 جه الدور مع نفس المدير الفني بوب بيزلي اللي واخد اتنين عشان ياخد التالتة بوب بيزلي بيقهر ريال مدريد في المبرادة بهدف ألان كينيدي لما كان فيه موجود أسامة كبيرة كيني دالجلش فيه جيرمي سونس ففيه أسامة كبيرة فانت كل مرة ريال مدريد كان بيخسر ما كانش بيكون في أفضل حالاته كان جيل بينتهي في فترة الستينات وعاد في 66 لما فاز على بارتزان بالجراد وجيل هنا كانش أفضل شيء وكان ليفربول والفرق الإنجليزية مكتسحة لكنه جيل في النهاية وصل نهائي فهو برضو السيل كان فريق كبير لكن اللي واجهوه يحتاجوا أن يكون عندهم أفضل نسخة في تاريخهم عشان يكسبوا ريال مدريد أنا عايز أقول لك على حاجة الشهرة اللي جات لريال مدريد من حتة العودة في المبرادة والريمونتادة جات في أسوأ فترات تاريخه كانوا يعملوا ريومونتادات مش طبعية أمام بروسيا موتشن جلب باق مغلوبين 5-1 يرجعوا يكسبوا 4-0 أمام سيلتك لسكتلندي موسم 79-80 برضو يعملوا نفس الوضع فهذه فترة السبعينات والثمانيات اللي ما كانت ريال مدريد فيها أفضل شيء طيب ده أول حاجة معنا عن قصة ريال مدريد بالمناسبة وصل جوزي مورينيو لتركيا وسط صخب كبير جدا جدا فيه الوسائل العام التركية ومن الجمهور التركي المتوقع أنه يكون بنفس درجة حماس وغليان جوزي مورينيو في تجربة جديدة هنا عن تونس والدوري التونسي يقترب الترجي من الدوري التونسي مباراته مع الأفريقي طبعا كانت حديث الشارع الرياضي التونسي يعني وكل مستمني الجاولة الجاية الجاولة الجاية تحدد تقريبا شكل الدوري وجهة الدوري يعني لكن ماذا عن الترجي ما بعد خسارة نهائي وماذا عن الأفريقي كمان الفريق الكبير اللي هو قاعدة جمهورية كبيرة لكنه مترنح من فترة طويلة شوف الحديث هنا حيبقى حديث متباين أمام فريقه وصل أبعد نقطة في دوري أبطال أفريقيا هو النادي الترجي التونسي وخسر في النهاية أمام النادي الأهلي في المبرأة النهائية وآمام فريق بيبحث عن ذاته فريق هو كان أول فريق تونسي يفوز بلقب دوري الأبطال بالمسمى القديمة اللي هي الأندية البطلة وهو نادي الأفريقي التونسي أفريقي التونسي بالمناسبة قبل ما بتتكلم عن فريق نادي الترجع المحمودي بيمر بأزمات وأزمات كبيرة طبعا سببها الحقيقة سببها أولا وثانيا وثالثا وحتى عاشرا الإدارة لما يعد عليك ست رؤساء ويمكن حتى الرئيس السابق يوسف العالمي لسه ماشي عشان يجي مكانه هيكل دخيل لمدة شهر ونص وانت بقالك في الدوامة دي بقالك 11 سنة ما انتش عارف تزبط النادي داخليا إداريا بشكل كويس قاعدة جمهرية الأفريقية التومسو عنده قاعدة جمهرية كبيرة جدا وكتحضر بقوة مبارح لولا المشاكل اللي حصلت في المباراة واللي حصلت بالتحديد في الشوط التاني كنا ممكن المباراة توصل لبر الأمان في الشوط التاني بعدما تقدم نادي الترجي التونسي بهدفين يان ساسي وردورجو طبعا دي مشاهد يعني الصورة مبينها مش محتاجة لشرح ويكفي ان تعلم ان الموسم ده نادي الأفريقية التونسي بيعاني انا مشفق جدا على جمهور نادي الأفريقية التونسي لان انت بتتكلم عن نادي اربع مدربين بيتغيروا اخيرهم فاوز البنزارتي وكان قابليهم منذر لكبير يا راجل ده جابوا مشيلك الإدارة جابت جيان مشيلك فالي راجل درب كان ماتش لما جابوه ولا ماتش ومشوه لما جابوا الراجل كده ومشوه قال لك اصلا هو مش مدرب كويس طب ماشي جبته لمن الأول يا الله ينعر عليك انت جبته لمن الأول دي حاجة الحاجة التانية راجل ده درب في الجزائر درب في السودان درب هنا درب في الاتحاد السكنداري عندنا هنا طب ازاي يعني ففي الأول وفي الآخر الترجة التونسي كان نزل المباراة عايز يحسم المباراة بدري بدري علشان يذهب الفارق لخمس نقاط عشان يتعد عن اتحاد الرياضي المونستيري اللي مباراتهم القادمة هتحسب لقم الدوري لو تعادلهم نادي الترجة التونسي بطل الدوري التونسي المرة 33 و32 ويستعاد اللقم مرة أخرى انه كان خسره السنة اللي فات أمام النجم السحلي مباراة مجيل كاردوزو كان نازل مركز بشكل كويس تقدمهم هدفين ولكن الناد الأفريقي عمل مباراة جيدة وكان يستحق على أقل التعادل كورة في العرضة والكورة كتير ضاعت أمان الله ما ميش كمان مطلع واحدة من الطائب المزياني في الشرط التاني كانت خطيرة جدا كانجس لإيده قلص الفارق ولكن في الديئة 11 وقتها بدري تضيع المباراة توقفت كثيرا بسبب أطلاق الغازات المسل الدموع وبعض الشغب اللي حصل في أرضية الملعب ولكن في دورة احتساب البطل هناك اللي فيها ست فرق الترجي والتحاد الرد المسل الترجي عارب والأفريقي التونسي مفصل لك مباراة واحدة لحد دلوقتي وهذا أمر مزعج جدا أنا أتمنى لهم أنهما يعودوا سريعا وبنقول لنادي الترجي التونسي مبروك المكسب لأن هما كده خلاص بيقربهم خطوة من أجل اللقب ده عن تونس في الشأن المغربي عن بس تفصيل الأول أبل ما نروح على القمة بين الرجاء والوداد وبرضو هنتكلم فيها فنية مع دكتور عدل سعد يحيى عطاية الله يحيى عطاية الله ارتبط بالأهلي منذ أيام فيه شوية كواليس في الموضوع وفيه حاجة فنية نتكلم فيها أولا يحيى عطاية الله في الدوري الروسي مسجل هدف الكام ماتش اللي هو لعيبهم يعني جيد إلى حد كبير وبالمناسبة عنده إحصائية ممتازة على صعيد المتشاتر اللي لعيبها يعني أنه أسرع لعيب في الدوري الروسي بقى أنه ما لعيبش كتير بس هو أسرع لعيب موجود في الدوري بكاملة يعني إيه الأخبار اللي هي علاقة بالأهلي الأهلي بدأ وخد خطوة خد خطوة لكن إحيى عطاية الله بخلاف الأمور المالية في نقطة هنا مهمة جدا وهي علي معلول لو علي معلول تم تجديد عقده مع الأهلي ما فيش إحيى عطاية الله من الآخر كده يعني يعني علي معلول وجوده معناه أنه يرجع بسلامة الله ثلاث شهور أربع شهور خمس شهور ست شهور المسم الجديد لكن هو الأساسي فعلي معلول لو جدد مع الأهلي يحيى عطاية الله عنده هنا تخوف كبير جدا جدا أنه أنا مش هاجي الأهلي وأنا بديل وأنا لاعب دولي في منتخب المغرب ومحترف برا وفيه عنده عروض وهو لعيب كبير بالمناسبة يعني في النقام الكلام على حد له ثقل كبير جدا على مستوى الوطن العربي مش بس في المغرب فدي القصة كاملة وبالتالي أنت بتختار من اتنين تستجيب لأنه داء القلب مع علي معلول وعلى أنه تجديده تكريما لما سرته ولأنه رسا عنده في الملعب اللي يقدمه أو اللي حيى عطاية الله من أجل مشتقبل بقى ثلاث أربع خمس ست سنين مع الأهلي فدي المعضلة الصعبة جدا بالنسبة ليه مجلس الإدارة الخاص بالأهلي في الوقت الحالي أنت إي رأيك؟ الموضوع صعب صعب حتى على مستوى حتى لو سألت حد من جمال الأهلي هتقول له يعيش هتقول له آيالك العيب كبير والعيب إضافة قوية ولكن برضو علي معلول اللي قدمه للنادي حينها هتكش جزء من العاطفة في بعض الأمور ولكن أنا من وجهة ناظر أنا أعتقد أن خروج يعيش هتقول له الست شهور اللي لعب فيهم في الدور الروسي ده أعتقد أن آيالك خروج آمن أميحمود بمعنى أنه أنت مش عايز تطلع من الوداد مباشرة على أي نادي آخر عشان جمهور الوداد ما يكنش يعني عنده حزن للموضوع ده لأن الوداد زي ما يحيي أعطيه طلاب لعيب كبير وأضاف للوداد الوداد هو من صنع يحيي أعطيه طلاب المناسبة ليه؟ يحيي أعطيه طلاب لما أكمل عفق لهم بك أسفي ورح ترفي الدور اليوناني ما نجحش لما عاد للوداد كان لعب تجربة فشلة ولكن دخل نادي حقق معه بطولاته وحقق معه بطولة أفريقيا وخلاه يبقى لي مكان وأظهر قدرته وحقق معه بطولة عدل رمزي يدور مهم جدا شاء ياخدوا حقه بطولة عدل رمزي في الحاجات اللي شبه دي قدرته يحيي أعطيه طلاب الشق الهجومي ودخور للعمق ده صنية عدل رمزي أيوب العملود وإحيي أعطيه طلاب عدل رمزي أضاف لهم الكثير وإحيي أعطيه طلاب عدل رمزي بس حظه الساينة تواجد في وقت سيء في الوداد وقت كان فيه مشاكل كتيرة جدا قدت إلى رحله مبكرا فأنا أعتقد أن الموضوع سيبقى في حيرة شديدة ولكن يا حياتي طلاب أضافة كبيرة ولعيب كبير جدا وإنت لو بتبني فعلا في المكان ده لو هو الإدارة خدت القرار أعتقد أنه سيكون إضافة قوية جدا لأنه حياتي طلاب لحد الوقت لسه حاجز مكانه بشكل أساسي من ساعة كس العالم سواء بقى موجود في الوداد سواء موجود في الدور الروسي وبنشوفه على طول دايما هو نروح للقم الرجاء مع الوداد والمنافسة على اللقب ما بين الرجاء وما بين الجيش الملكي في الوقت الحالي وهنا اللقب بدأ يخش فيه أجواء ساخنة جدا بس الأول قبل ما نتكلم عن الماتشين أنا عايز أعلق على حاجة صد حيس برس شبكة كبيرة جدا في المغرب تمام فإنه خبر ينزل على شبكة كبيرة في المغرب بيقول أنه هناك مكافآت مرصودة من إدارة الرجاء مغرب التطواني أخر مباراة مغرب التطواني في حال عرقارة الجيش الملكي يا جماعة دي حاجة بتحصل في الكورة بس مش عيني عينك يعني بيحصل في الكورة أنه الأندية ترصد مكافآت في التطواني باللقب أو في الهبوط أحيانا بيحصل لكن إنه خبر زي ده الرجاء والتحفيز الموجود حافظ الماض في مواجهة الجيش الملكي إنه خبر يطلع بهذا الشكل على مناصة فاس برس أنا أصدق أنه الخبر طالما نازل في فاس برس يبقى مظبوط يعني ما عنديش شكة في أنه الخبر هينفى يعني لكن إنه يبقى عيني عينك ده اللي فيه كلام أما هذي بقى الأمور الغريبة خارجنا في قرة القدم إنه قرة القدم تلعب في أرضية الملعب ومبركة صعبة بالمناسبة على الجيش الملكي والتعادل الاثنين اثنين مع المغرب التطواني اللي بالمناسبة كان آخر تعادل للرجاء قبل التمانية مكسب وربعض كان في الإسبوع الواحد وعشرين مع عامين مع المغرب التطواني صحيح بين يتكتل واحد واحد فبالتالي أنا شايف المنافسة قوية جدا ما بين الجيش الملكي وفريق المغرب التطواني واللي كانوا بيستضيفوا الجيش الملكي على ملعبهم في التطوان ولكن الخبر نفسه صادم الخبر لو مش صحيح كارسة لو الخبر صحيح يبقى كارسة أكبر فإنت بتتكلم عن دي منافسة رياضية المغرب التطواني عرق للجيش الملكي بين نتيجة التعادل الاثنين اثنين الرجاء هي جابت همها إحنا مش مختلفين يعني اللي قدرت الرجاء فكرت فيه نجح بالزبط لكن الطريقة نفسها الطريقة مش أفضل شيء وعلى فكرة بالمناسبة مين المدير الفني لنادي المغرب التطواني أنا مش بلقي بالتطواني والراجل كان يعني تخطى الأزمات المغرب التطواني على فكرة عندهم أزمة كبيرة بقالهم شهور ما بيأخدوش المرتبات بتاعتهم دي نقطة الراجل بيحاول يلم الفريق لأن اللعبة كمان منازددش التدريب مين في الفترة الأخيرة عبداللطيف جرندو واحد من أعظم اللعبين اللي مروا على تاريخ نادي الرجاء أو بالمناسبة أنا سيزنيتي اللي احتفل ب350 مباراة بقميص الرجاء واحد من أكتر اللعب اللي لعبت بقميص نادي الرجاء هو عبداللطيف جرندو في الجيل الزهبي بتاع الرجاء ولكن الأمور هنا يعني تحس أنها مش أمور جيدة لما تشوفها بعينك إنما الرجاء قدر أنه في مباراته في برشيد أمام الوداد التغلب بهدف في السواني الأخيرة بمين إكس الجيش الملكي أدم نفاتي اللي كان موجود مع الجيش الملك السنة الفاتت فاول بطريقة مميزة جدا في مرمى يوسف المطيع بيرتطن في القائم وليتمنى له كامل السلامة لأن موسم بتاعه كده انتهى وقدر الرجاء بيعني بأقل الفرص إنه هو يفوز بهدف والأول مرة بيعتلى الصدارة من فترة طويلة جدا عشان المباراة الأخيرة المولودية الواجدية اللي بتصارع على الابتعاد عن الهبوط مع شباب المحمدية تتواجه على ملعبها مع الرجاء المغربي الجولة الجاي الجولة الأخيرة والجولة الأخيرة دربي الرباط ما بين الجيش الملك المغربي والتحاد والفتحة الرباطي المغربي فرق نقطة للرجاء فرق نقطة للرجاء فمحتاج الفوز ويأمل الدنيا بالضبط الرجاء هو الأمور بقت في إيده دلوقتي يعني زين باور دلوقتي خلاص الأمور بقت في إيده نص الدين نابل أموره مش في إيده تماما ولكن كان الأمر المزعج في الموضوع المنافسة قوية وجديدة جدا والجيش الملك فرط في النقاط زي مباراة حسنية أغادير اللي احنا قلقنا الدوق عليها أبن كده محمودي بسبب المشكلة التحكمية وكمان مباراة المغرب التطواني ولكن هنا وانت بتتكلم عن الجيش الملكي لازم برضو تقول ان الرجاء حاول ودافع عن حصوصه في البطولة حتى تصدر القمة لحد جدا ويحسب للرجاء انه في النهاية مش مجهود فردي هو مشروع اتبنى من أكتر من سنة وتصبر عليه علشان يجي النهاردة يحصد زي ما الجيش الملكي حصد زي ما الوداد قبلها حصد فالمشروع بيمشي كده وهنا التوجه للوداد لقدارة الوداد تكون مشروع حقيقي وصبر عليه وصبر عليه وبعدين دور على النتائج دي النقطة المهمة ده لابن برنيكي قال لك أنا حمشي لأنه كان في الفترة الأخيرة بعدما لنا جاي فترة مؤقتة كان فيه كلام تورد انه لأ أنا قاعد وبعدين رجعتني نفى الموضوع وفيه كده أغد ورد كتير في الموضوع ورد بط كتير وفيه انتخمة كمان في الوداد قريب على رأسة النادي فاصل وهنرجع نكمل كلام مع حضراتكم خليكم معنا على أونتاين سبورت طبعا الموسم الأوروبي انتهى وتو جارية المدنيد بالشامبينيونز ليج وأوطال الدوليات الأوروبية كانت الأمور محسومة من أسبوع كتيرة جدا ولكن فضل تأثير اللعيبة العرب في أوروبا بعد نهاية الموسم وعلى صعيد المنتخبات ومنتخب مصر ومحمد صالح كالعدم علي فرقول وموسم كان جيد على الصعيد الفردي على أقل تقدير تريزي جي في الدوري التركي وغيره وغيره والنهاردة بنعدي كمان على بعض النجوم في الدوريات العربية اللي كان عندهم تقلق لافت سمحة للمديرين الفانيين لمنتخباتهم ان هما يستدعوهم ويعتمدوا عليهم بشكل أساسي واحنا مقبلين على تصفيات كاس العالم والجولة الجولات اللي جاي فيه تصفيات كاس العالم اللي طبعا كل ملخصتها على شاشة On Time Spots نبدأ بالمغرب نبدأ الأخبار يعني المغرب بتحاول انها تستعد استعدات قوي لان انت الامال كانت يعني الامور كانت مخيبة للامال بشكل كبير جدا في كاس الأمم الأفريقية عدت بفترة توقف في شهر مارس في المباراة الودية برضو ما كانتش أفضل شيء وكانت عدل مع موريتانيا فانت النهاردة تستعد للأجل المباريات اللي انت من خلالها تستعد ثقة الجمهور لان انت مغبال على استحقاقات كبيرة كاس عالم انت مطالب تذهب فيه لأبعد مدى كاس أمم أفريقيا انت بتستضفها على ملعبك بعد ما استضفت أول نسخة سنة 1988 واللي بالمناسبة بردو كانت المغرب فيها رغم ان كان جيلها جيل عظيم كانت مخيبة للامال في الوقت ده فهو بيحاول وليد الرجراجي بكل الأشكال ان انت تطلع من المباراتين القدمتين أمام زنبيا جمهورية الكنغو بالست نقاط كمان علشان تكسب ثقة الجمهور وانت عارف ان من تجمع الآخر بتحصل بعض المستجدات يعني مثلا غانم رومان سايس الرجل ما كانش موجود في التجمع الصادق بقى متواجد دلوقتي بعدما عمل موسم مقبول جدا جدا بحكم الخبرات الكبيرة والمتراكمة اللي عنده مع نادي الشباب السعودي ولكن يعني اللي معكر الصفه شوية ان في بعض الأمور اللي ممكن يكون فيها إصابة لنايف أكرد بالمناسبة هو أول من وصل إلى مركز التدريب علشان يعمل استشفى عشان يبقى موجود في المباراة فمن هنا هل نايف أكرد حيبقى جاهز للمباراة ولا لا طب مين اللي ممكن يقدر يلعب بالمباراة فإحنا ممكن نستعرض يالله بينه أسامي اللعبين اللي بلعبوا طيب أولا دا رومان سايس كابتن المنتخب السابق يعني 28 مباراة سجل أربعة تجوار وصنع حدث مع الشباب السعودي لأسباب الجديدة اللي احنا عايزين نركز عليها مع المنتخب المغربي في الوقت الحديد تفضل لفنتك عبد الكبير عبقار واحد باللعابة الصنعه اسم كبير جدا في الليجة الإسبانية في الفترة الأخيرة ولعب مباراة كثيرة جدا محمودي 27 مباراة منهم كمان المباراة اللي مغف فيها منهم أربع مباراة مع المنتخب الأولومبي في بطولة أفريقيا فالراجل كان حاضر وبقوة دايما مع الفريق بتاعه في ألافش وقدى موسم أكتر من رائع وكان من اللعيبة الأساسية اللي بتلعب بصورة أساسية كمان تذهب في الدوري الإسباني اللي انت تحدثت عنه قبل كده كمان باستفادة ريال بتيس مع شادرياد راح كريستال بالاس خلاص يعني شادرياد واحد من العمل وموسم أكتر من رائع السنادي مع ريال بتيس واحد من اللي بيقده بمستويات سابتة خلت كمان أن الانديال الإنجليزية تبحث عنه مع فريق قد موسم لبقى سبيه في الدوري الإنجليز وهو كريستال بالاس كريستال بالاس عنده خطه هجوم جيد ولكنه بيبحث عن التدعيم الدفاعي ما وجد الأمر ده مع لاعب صغير في السن متأسس كوي في مدرسة برشلونة فبالتالي وجدوا ضلتهم فيه وهو كمان خد في التسعين دقيقة في المباراة المباراة الوديال الأخيرة اللي كان لعبها المنتخب المغريبي أمام المنتخب المنطل تاني لم تقني الزكرة فهو واحد من اللعيبة اللي عاملين موسم أكتر من رائع في الدوري الإسماعي طيب تعالوا يعني نكلم مع بعض أخير أشرف داري أشرف داري اللي مر مرحلة فرق شوية لما راح نادي برست بعد ما انتقل من نادي الوداد وكانش بيلعب بصورة أساسية وجد ضلته في الدوري البلجيكي مع نادي شارل روا بدأ يلعب بصورة أساسية بدأ كمان يسجل وحتى تصدر مجموعته في دوري الهبوط في الدوري البلجيكي فأصبح من الخيارات الجيدة وكانت مشكلته الكبيرة في الفترات الأخيرة قبل ما انتقل للدوري البلجيكي نقص التنفسية ولكنه دلوقتي أصبح في التنفسية جاهز لأنه بيلعب باستمرار معنا دي الجديد اللي هو نادي شارل روا البلجيكي طيب القائمة المنتخب المغربي الخاصة بتصفيات كس العالم عليها شوية ضبابية فيما يتعلق بخط الدفاع يعني مين يبدأ في مركز القلوب الدفاع لو بنتكلم على انه رومان سايس الرجوع للمنتخب المغربي من تاني والدخول في الأجواء هنا القصة موجودة أكتر عند شادرياض عبد الكبير عبقار أو أنه أشرف داري يلحق أو نايف أكرد الشكل هيبقى إزاي يعني تواصلت كده ببعض الزملاء هناك في المغربي وقالوا يمكن بشكل كبير أن نايف أكرد يلحق بالمباراة ولو لاب نايف أكرد أعتقد لحكون شادرياض هو اللي حاضر في التركبة الدفاعية بتاعت المنتخب المغربي هيبقى فرصة لأن انت بتبني لقدام رومان سايس موجود وراجل اللي احترامه وتقديره وتقديره في المنتخب المغربي ولكن من أجل الخبرات اللي موجودة عنده ممكن تحتاجه في بضع الدقائق إنما دلوقتي أعتقد أن جاء الوقت أن انت بتجدد من دلوقتي في دماء المنتخب المغربي هل هيحسبها كده ولا ممكن يحسب قصة شادرياض دي بعد ما يضمن يعني وانت لسه في الأول محتاج خبرات فتستعين بأهل الخبرة ولا ده الوقت اللي شاد ياخد فيه بما أنه خلاص في أوروبا بقى جاهز ده بالعكس انت ده الوقت اللي انت مفروض من واحد قبلها كانوا فيزين على الجمهورية الكونغو وأعتقد أن دي فرصة أن انت تدخل اللعيبة في الأجواء في المباراة بتعطي التصفيات دي وفرصة كويسة للعيبين صغار السن أنهم ما ياخدوا في المباراة اللي زي ده محمود بالمناسبة جماعة شادرياض واخد الموضوع تدريجي يعني أولا مع المنتخب الأولمبي المنتخب الأول مع لاليجا في برشلونة في اللمسية في التكوين ريال كتيس علشان يلعب وعلشان يظهر ثم داوري انجليزي في الموسم الجاي فالموضوع التدريجي لكنه بثقة يعني واخد الخطوات زي ما الكتاب يقول كل خطوة هتبقى أحسن وكل خطوة هتبقى أقوى فده الحقيقة اللي فارق مع المنتخب المغرب نفس القصة انت لو برضو بصت على مسيرة نايف أكرد نايف أكرد بدأ برضو المسيرة هترجع من أكادمية محمد السادس للفتح الرباط المغربية في الفترة القادمة حيكون شادريات طيب نفس الخطوة وخط الدفاع عايزين نتكلم برضو على يحيى عطاية الله وعلى محمد الشيبي اللي تم الاستعانبه في مركز الباك الشمال قبل كده ووجود يحيى عطاية الله في الوقت الحال ايه الأخبار يعني شوف يحيى عطاية الله مزربي كمان موجود بالمناسبة بس هتكلم على المركز التاني أكيد أكيد ولكن انت بتتكلم عن محمد الشيبي بيقدم مستويات جيدة جدا الفترة الأخيرة بيلعب بصورة سبتة مع فريقه وانادي بيرامدز برضو نحي ايه حيى عطاية الله ايه حيى عطاية الله رغم ان فريقك يعني هبط في الدوري الروسي وفريق بعيد تماما عن التنفسية ولكن انت رجلك في الملعب على طول بتاخد بصورة مستمرة فأعتقد انه هيبقى فيه حيرة في حتة اختيار اللعبين اللي حيلعب مركز الظاهر الأيمن أعتقد انه ممكن يزعب الخبرات هكذا هو مزرابي اساس اكيد لانه هايزعب هنا بقى للخبرات ما انت مش معقول خط الظاهر كله هيبقى باللعيبة ما يعندهمش الخبرات الكافية ممكن تدي الواحد في وسط الاربع اللي موجودين زي شاد الرياض ولكن هتحتفظ بالاماكن الأخرى بأصحاب الخبرات لان المبارد دي برضو محتاج ان انت تعديها بكل سلاسة ما تخشش بقى فيه تعقيدات في الحسابات هروح للجزائر لكن قبل الكلام عن المنتخب وعن النجوم لازم اروح لكريم بن زيمة لانه كريم بن زيمة للمرة الاولى بيزور اهله في الجزائر والزيارة دي فيها معاني كتير الحقيقة يعني تقديرا للجزائر تقديرا للعيلة بيجي بعد شوية المشاكل اللي كانت موجودة اولا كس العالم اللي فات مع ديدي شامس والمشاكل فيها الدوري السعودي فيها الوقت الحالي فبن زيمة دائما يفضل الهدوء والمش هقول وطر الجمهور لكن هقول انه في النهاية تقدر تشحن فين تقدر تشحن الطاقة فين عشان ترجع من تاني عشان تكمل المسيرة فدي النقطة يعني ايه الاخبار وتعليك على الصورة دي هو طبعا اول مرة كريم بن زيمة يزور الجزائر والده من ولاد بيجاية وبالذات بالتحديد تغزرت تغزرت أجليل ووالدته من وهران والراجل عامل ثلاث محطات في الزيارة بتاعته راح ولاد بيجاية اللي بالمناسبة منها زين الدين زيدان بالمناسبة وعمل حاجة عجبتني احد الصحافين بيقوله ان النادي اولومبيك اجبو صعد للدوري الدرجة الاولى في الجزائر عفاكرة عامل الريكورد النادي ده النادي ده بخمس درجات بيقعد في الدرجة سنة وصعد لحد الدرجة الاولى فانبسط جدا قال له يعني هم انبسط لانه اولومبيك اجبو من اولومبيك اجبو ده من بيجاية فاتكلم عنهم بكلام كويس جدا ده المحطة الاولى في بيجاية ثم يذهب الى مدينة والدته اللي هي البهية وهران ثم يذهب لنحضر مباراة الجزائر في تصفيات كاس العالم فهو يبدو انه راح يصف زهنه باول زيارة بيعملها في تاريخه لدولة الجزائر عند بقى بلد والده والدته ولكن في اقصى الشرق واقصى الغرب بيجاية ووهران في اقصى الغرب الجزائري طيب نخش على المنتخب الجزائري واتخد انه موسم عمورة كان متهزل حقيقة في الدوري البلجيكي يعني في الظهور اللي كان منتظر بالنسبة لناس كتير لكنه كان مهم جدا وملفت جدا يعني الحاجة الوحيدة اللي بالنسبة لي عكرت شوي صفو الموسم الرائع اللي عمل عمورة في دوري تحديد البطل عمورة ما سجلش الهدف واحد وهنا لان عمورة كان عامل ارقام في بداية الدوري رائعة هو تالت هدفين الدوري البلجيكي صحيح لما راح لسانت جلواز النادي اللي بيحاول ان هو يفوز بلقب الدوري من تقريبا من مئة سنة محمودي ما فاس بلقب الدوري ولكن من سنتين كان الفريق الوصيف السنة دي كمان جاه في مركز الوصفة عمورة عمل مباريات رائعة بشكل غير عادي مع الاكساندر بلاسن المدير الفني الالماني بيحظوا بثقة كبيرة جدا بيلعب على طول بصرة أساسية والأرقام بتاعته بتتكلم عن حاجات مهمة جدا ليه بقى؟ انت بتتكلم عن عمورة عمورة هو تاني أكثر من لعب مباريات في تشكيلة المنتقب الجزائري اللي داخل المباراتين القادمتين في تصفات كاس العالم تمانية واربعين مباراة وحقول لك من الأول لأن الأول ده برضو لازم نلقض دوق عليه لأن ده أنا باعتبره جوهرة جزائرية ظهرت في الفترة الأخيرة ربنا يحبيه بقى من الإصابات يعني عمورة هو أكثر لعبا للدقائق في الدوري البطولات كلها اللي لعبها معنا دي 3316 دقيقة عمورة هو تاني أكثر مسجلين الأهداف في الموسم ده بعد إبراهيمي بـ 23 هدف في كل البطولات عمورة هو سادس الهدفين في القايمة اللي موجودة في المنتقب الجزائري بست أهداف اللعب الآخر اللي كان مفاجئة الجزائر في التوقف اللي كان في مارس ياسين بنزايا طبعا الراجل اللي قهر الإصابة اللي كانت موجودة عنده بسبب حادث دراجة بخارية الراجل اللي كان حيبطل كورة بعد الحادث دات ولكنه عاد وعاد بقوة مع كرباخ أقدام عامل مواسم أكتر من رائعة يعني كان الهدف يعني أنا بنصح لما شافش الهدف ده لازم تشوفوه يا جماعة هدفه في مرمى جنوب أفريقيا في المباراة تعادل في المنتقب الجزائري في المباراة والدلي كان في شهر ثلاثة هدف رائع يوريلك معدن اللعب ده عمل إزاي ياسين بنزايا بقى أكثر لعب لعب عدد مباراة في التشكيلة الجزائرية الحالية الموجودة مع فلاديمير بيتكوفيتش تسعة واربعين مباراة تاني أكثر لعب لعب عدد دقايق تلات تلاف مية وخمسين مباراة تلات تلاف مية وخمسين دقيقة بنزايا كمان مسجل ستاشر هدف هو تالت أكتر لعب جزائري في التشكيلة بتاعت المنتخب الجزائري مسجل أهداف في كل البطولات مع فريقه سعد جرباخ أقدام أنه هما يفوزوا بلقب الدوري ما حضرش صحيح المباراة النهائية اللي كانت يوم 2-6 لأنه انضم للتجمع ويقال أنه كان عنده انظار عشان يوقف عن المباراة النهائية ولكنه عامل موسم أكتر من رأى ياسين بنزايا كمان فيه أندية كتيرة بتبحث عنه صاحب التسعة عشرين سنة للعب طول عمره في المنتخبات السنية الصغيرة مع منتخبات فرنسا وبالمناسبة محمودي هو كان لعب مع المنتخب الجزائري وسجل في السيشي الـ 2016 وابتعد ولكن لما عاد مرة أخرى سجل 3 أهداف في المباراتين فأنا أعتقد أنه ده واحد من العوامل القوة اللي بتضاف للتشكيلة الجزائرية مع بعض اللعابة اللي تم استبعادهم وفيه يعني لعب جديد فقط على القائمة ما نضمش قبل كده شعيب كداد مدافع وكابتن نادي سير بي اللي هو شباب بولوسداد نتمنى التوفيق طبعا للمنتخب الجزائري في المباراتين القادمتين بإذن الله طيب قبل الختام في نقطة مهمة جدا يا جماعة استدعيه عمر كمال عبدالواحد لصف المنتخب المصري حيث أن الاستدعى ده هو استدعى بييجي كمكافأة لعمر كمال على اللي قدمه على مدار المواسم اللي فاتت المواسم اللي فاتت لأنه أكثر المجتهدين وأكثر المبيدين وأكثر حدا كان عنده مرونة والأكثر تأثيرا وده اللي عايز أقف عنده حتى فنية قد كده فيه إحصائية على ترانسفير ماركت خاصة بعمر كمال عبدالواحد أنا لا أعتقد أنه فيه الكتير من اللعيبة على مستوى الوطن العربي يملكه إحصائية مشابهة لده لده إيه الموضوع عمر كمال لعب نبصوا على الشاشة دي المراكز اللعب فيها واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر مركز لو بنتكلم يعني حرس البرمة فقط لغير هو أنا ملعبش فيه بصبعة لتحت ده جماعة هو لعب كباك يمين تلاتة وتلاتين مباراة ساهم في أربعة تجوان لعب كجناح يمين سبعة وعشرين مباراة ساهم في ست تجوان لعب كباك شمال سبعة وعشرين مباراة ساهم في سبعة تجوان لعب جناح أيصر أربع مرات ما أتقنش ده خالص لعب كمهاجم ثلاث مرات صنع هدف لعب سنتر الميتفيلدر مباراتين لعب لعب ارتكاز مرة ولعب سنتر باك مرة قوة عمر كمال في التأثير الكرة الخضرة اللي هي أول عمود على اليمين إنه في كل المراكز اللي لعبها الخاصة بالباكين يمين وشمال والجناح اليمين كان تأثيره رائع يعني الباك الشمال اللي هو مش مكانه أصلا أصلا مساهم في سبعة جوان في سبعة عشرين مباراة الباك يمين اللي هو مكانه ساهم في ستة جوان في سبعة عشرين مباراة فمهما كان انت محتاجه فين هو كده كده مؤثر مؤثر وماعتقدش إن حد عنده كده كتير لا يعني في الفترة الأخيرة دي مؤخرا لا صعب جدا أنت تشوفه أنا على الفكرة أنا معرفش المعلوم بس لما لقيتك بتقول هو عمل حاجة ما حدش عمالها والله تخيلتها يعني قلت محمود هتشاكله كده هيتكلم ايه عن كذا مركز لا بس لما كنت شوفت خيل برضو بالعدد ده بالظبط الإيفيشنسي عالية جدا بالظبط ليه بقى؟ عمر كمان عبدالواحد أنت من أول ما أنا كتوقعت عليه من أيام ما كان بيلعب في الأسوتي بالمصمى القديم لناد برامدز أنت بتتفرج على لعب واعت لما راح الناد المصري وكان بيلعب في مركز الجناح وبعدين بدأت تلجأ ليه أنه يلعب في مركز المدافع حتى لما راح لفيوتشر وخطف عين كارلوس كيروش إيه اللي حصل؟ شوفه في مركز المدافع بيسجل هدف كان أكتر من رائع من خارج التمنتاشر خطف عينه لعب والرجل لما راح كسل أمه في القديم لعب كمان بصرقة أساسية في ظل الإصابات واللي حصلت فيه أثناء البطولة والرجل أجاد وبشكل كبير حتى كان انضمامه للزمالك ولكن ما تمش بسبب قفل قيده وبعدين جاه بعد جدل الانتقال إلى الأهلي فانتهينا لما بتتفرج على لعب زهدام حمودي مع المسيرة بتاعته حتى فيه شيء مختلف شيء مختلف ومختلف تماما وبعدين اللعب اللي يقدر يجيد وعنده سبات فعالي لما تنزل في بطولة أفريقيا وانت مش أساسة ومعندكش الخبرة الدولية وتقدب الأداء اللي انت عملته في بطولة الكاميرون 2021 فانت تعرف هنا ان فيه لعب انت بتتفرج عليه لعب يقدر يصنع الكسير مع أي مدير فني في أي مركز هو ممكن يطلبه انت النور سنة وشرفت حبيبا وعظم زيك مرة كنت وحيش نضيفنا في حلقة النهاردة من سوبر ليج وان شاء الله تجدد لقاء بحضراتكم كل اتنين وجمعة تمام التاسعة مساء شاشة أونتايم سبوتس تين لكم مني ومن كل فريق العمل كل التحية من استوديوهاتنا في القاهرة وإلى اللقاء